سؤال كنت تعرف بدايتك مع كرة الطائرة جات إزاي وليه اخترت الطائرة تحديداً؟ والله هي جدت بالصدفة جداً يعني إحنا عمتاً عائلة رياضية فكان حاجة أساسية إن إحنا نلعب رياضة بس مامتي طبعاً كان نفسها نلعب سباحة وإحنا كلنا بنكره المياه كره غير طبيعاً بنعفش نعوم أساساً لحد النهاردة بس فواحدة واحدة كده بتدينا نجرب كده لعباء بسكيت وكده وإحنا صغيرين لحد ما جربنا مجربت البولي وحسيت إن هو ده يعني أنا أقول كنت جل تختاري بولي كنت تحب تختارك إين یہ المونادة بتاعنا ليت مرسيا أم لا مش عارف فأيا بولي فأنا جربت كل ألعاب عمتاً وأنا صغيرة يعني جربتهم نلجع كده سعاتين ثلاثة قد عش أنت إجاد لك صليلي جالي صليلي مرتين نارى معه الزمالك نارى معه المتخب إني الإصابة يعني إلا حسيت إن إنك نمكن فيها چقدر نت ترجعي تلعبي بولي تاني تاني صليب يعني أول صليبي لما جالي عادي كل ناس بجرى صليبي وهنرجع وهنقوم وفعلا الحمد لله رجعنا بس يعني الحمد لله هو قدرس الأول في الآخر بس الثاني صليبي ده أنا كنت عندي رفض غير طبيعي يعني خلص بقى مش مقتنع كان في نفس القدم كان في نفس القدم وبعدها بحوالي ثلاث شهور ما كملتش حاجة في الملعب يعني هو طبع الاتنين وربعه ده على طول فما كنتش مقتنعة وما كنتش يعني مكنش عندي التأهيل النفسي إن أنا أرجع عيد الرحلة بتاعة الصليبي دي تاني أبدا فكنت عندي اقتنعة تام إن أنا بطلت خلاص إيه مقال حالك ترجعي تكملي ما قدرتش أبطل يعني أنت لما بتقعد كده شهر اثنين ثلاثة بعيد عن البالي بيوحشك مين بقى اللي كان في الفترة دي تحدين في عدد أصابة تانية كان بيدعم كابتين دعاء محمد وبيشجعها أن هي ترجع أطعف على رجلية تاني وتكمل مساريتها في الكرة الطاورة أهلي بصراحة يعني في الأول في الأول يعني في كل الحاجات الوحشة اللي أنا عديت بيها كانوا أهلي هما السابورت دايماً الدعم الأساسي ليا وكانوا دايماً هما اللي بيحاولوا أن هما يخرجوني من الحالة دي أنا كنت دخلة في حالة عندي يأس مش طبيعي عندي رفض مش طبيعي لكل حاجة لما بقى أجي أفكر أصلاً أنت جربت السليبي الأولاني وعارف أنت هتمر بإيه هتوعى التسعة شهور أو أكتر أنت بتتعذب الناس يعني اللي جربت السليبي عارفة فما كنتش قادرة أن أنا أعيد كل التجارب دي تاني خالص فهم اللي بيحاولوا يخرجوني من الفترة الوحشة دي وبس الحمد لله الحمد لله كافتين دعاء تصابت في السيمي الفاينال بتوجد فترة أخيرة إيه الموع الإصابة اللي جات لك وطمين الجمهور بقى على الإصابة وهل كنت ممكن تقدري تشاركي عليها في الفاينال؟ والله أنا جالي زي عام حصل لي تويست كده في رجبتي في الموتش القبل الفاينال وحستيك كده طبعا عندي باد إكسپيريينس من الصليبي والرقبة وكده فأنا أول ما حستي أن في حالة غلط حصلت في رجبتي طلبت أن أنا أتغير فتغيرته تاني يوم يعني رحت الكزا دكتور وكلهم قالوا لنا لأ يعني يستحسن أن أنا ملعبش لأن كان عندي زي سبرين في الصليبي فقالوا أن أحسن أن أنا ملعبش لأن فيه كده كده باد إكسپيريينس أصلا حصلة وكده كده فيه سترين يعني حصل في أو سبرين حصل في الصليبي فأحسن أن أنا ملعبش أنا رحت الكزا دكتور مش دكتور واحد علشان لو في حد قال أن أنا ينفع ألعب كنت أنا حاولت في نفس القدم اللي تحتالي شايفة إزاي الموسم طريف الأهلي عزا العام الفريق حقا السلسية الدوري والكاس والصور أنت شايفة الموسم إزاي والله الحمد لله هو موسم ناجح جدا بالنسبة للنحن حقنا طبعا كان نفسنا يبقى الرابع كمان أفريقيا بس الحمد لله بس هو طبعا الموسم كان صعب جدا علينا عامة نحن كنا 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 في معسكرات دايما كتير جدا تمرينات صبح وبالليل كتير جدا وقت التمرين كنا ممكن في اليوم بنتمرن أكتر من سبعة تمان ساعات مثلا خمسة بالليل واثنين أو ثلاثة الصبح فكان موسم يعني شوق جدا بس الحمد لله يعني احنا في الآخر الحمد لله نرجع لبطولة الفريقيا من موجة نظرة الخسارة عزمة بالخسارة هل خسارة الشيطة الرابع ولا الشيطة الخامس بص يعني في الأول في الآخر الخسارة دي ما لهاش سبب رئيسي أقول دي الحاجة اللي خسرتنا هو في الأول في الآخر ده قدر ربنا وفي الأول في الآخر ما نناش نصيب أننا هنكسبها بس يعني احنا ما أسرناش في حاجة خالص ولا حد في الدنيا أسر وربنا كان كتب أن احنا ما نكسبهاش بس أي أصعب بطولة كابتن دور محمد حققتها مع طائرة الأهلي هذا الموسم هذا الموسم لا الحمد لله الموسم ده كان ما كانش فيه الحمد لله يعني بيش بستهون بالخصم والله بس الحمد لله احنا كنا مرتحين يعني هو يمكن أصعب بطولة بالنسبة لي مع الأهلي كان الدوري السنة اللي فاتت لو مش السيزن دا سيزن اللي قاب فيه أول موسمي أهم بطولة حققتها في مشوارة في الكرة الدارة إلى الآن أهم بطولة ولا الأقرب لقلبي هم كلهم مهمين كلهم مهمين انت خلي بالك لما بتاخد واحدة التانية والتالتة والربعة بيجوا أربعة فكلهم مهمين يعني إحنا كفولي بالنسبة لنا أهم بطولة دوري وبعد كده بيجي لسوبر وكاس بسه كلهم مهمين طب إيه البطولة الأقرب لكابتن دعاء محمد أول دوري خدتهم مع الأهلي اللي هو برضو السنة اللي فاتت أول يعني كان السبوت كبير قوي علي دعاء وروني بقى دعا دي هتعمل إيه وروني دعا دي بقى هي إيه اللي ضجر اللي معمول عليها دي هتعمل إيه أصلا بس الحمد لله يعني لما خدنا الدوري كانت بداية بقى يعني بداية بقى للتكمل التكمل أنه طولة اللي أنت فصرتها وتثمنت أن الزمن يرجع تانا عشان تكسبيها كاس السنة مش السيزن ده اللي قبله كاس السيزن ده اللي قبله الكاس لأن كان أول وأفريقيا وكنت أتمنى أن أنا ألعب في أفريقيا أفريقيا دي بالنسبة لي برضو كانت يعني إصابة مش فوقتها خالص بدلك يعني حظي كان سيء للأساس لأن أنا أتصابت قبل الفاينال على طول فبالنسبة لي كان نفسي أن أنا ألعب البطولة دي يعني أفريقيا آخر البطولة بغضي بتفنش بطولة وبتفنش سيزن كامل كان نفسي أفنشها صح البطولة بعد من نفسك تحققها مع الأهلي والمنتخب أهلي والمنتخب في عني نفسي أبواء منتخب نعمل حاجز كاس العلامة اللي جاي إن شاء الله بلنسبة للأهلي نفسي نخده الربعياquote إن شاء الله لسيزن الجاي إن شاء الله إن شاء الله تلعبت الأهلي والزمPR اي فرق من اللعبة اللعنة 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 الاستقرار يعني الاعلي استقرار انت مستقر في كل حاجة لو جاي الفرصة احتراف تحجب يتخذ التجربة ولا لأ وايه الدورة لنفسك تحترف فيه طبعا ما فيش حد نفسه ما يحترفش يعني ما فيش اي حد في الدنيا طبعا نفسي احترف الدورة لنفسي احترف فيه وانا بحب الدورة التوركية جدا طبعا ده لفل كبير قوي بس يعني احلام بقى ودوري في فرنسي طبعا يعني فيه كذا دوري بس يعني عمتا فاجة الاحتراف نفسي احترف جدا يعني يقولي الدوري التوركي هو الدوري اللي نفسك تحترف فيه منتحر مصر ان مقصو عشان يرجع يكسب بطولة افريقيا من جديد هكسبنا افريقيا منتحب مش دورة عام افريقية بطولة كبيرة بتوطم افريقيا اه بس كسبنا هي نفس الفرقة اللي احنا وصلنا معها فايناء يعني احنا الحمد لله في منتخب ماشيين كويس جدا اه حققنا حاجات بقلنا سنين ما حققناهاش فالحمد لله يعني ان شاء الله الجاي هيبقى احسن بكتير انت تقولي ان احنا كسبنا بس الفرقة اللي هي كينيا في الانهاية الافريقية الفرقة بقى في افريقيا كينيا كنت كويسة جدا جدا واحنا برضو كان مكناش في يومنا فده كان السبب تحب توجيهي الجمهور الاهلي بعد تحقيق السلسية وتوعديهم بايه في الموسم المقبل احب اقولهم شكرا جدا ان هما برضو كانوا داعمين لي من ساعة المشكلة ساعة المشكلة حصلة وهما كانوا معي وفي ضهري بصراحة فحب اشكرهم قوي قوي وحب اقولهم برضو ان هما فرقين معنا كتير واي حاجة هما بيقولوها وبيعملوها بتبقى وصلة لنا حتى لو كومنت صغير قد كده بنشوفه بيوصل لنا وبيأثر علينا خصوصا بعد الكلام دا احنا حسنا بيه قوي بعد ما خسرنا الماتش التاني في الدوري يعني اول الدوري كان من ثلاث ماتشات كسبنا اول خسرنا تاني بعد الماتش التاني احنا كنا متوقعين ان احنا هيبقى علينا هجوم مش طبيعي من الجمهور بالعكس الجمهور كان معنا وكان في ظهرنا وكان بيشجعنا وكان بيبعت لنا مسجد دايركت ناوه بيشجعنا وحنا وصكين فيكو هتكسبو وفعلا يعني كان سبب من اسباب ان احنا نازلين ان لا احنا لازم نعملها ونكسب ان الجمهور كان فعلا معنا فهو بيفرق معنا جدا لما بيبقى في ظهرنا فاحب اشكره جدا بصراح واوعده ان ان شاء الله السنة الجاية الربعية باذن الله ان شاء الله بعد اللي عكزين تحب يتكمل في مجاله كل الطائرة كسير كاداري ولا تخوني لغروبة التدريب في بوكوتش ولا تخرج برر المجال خالص لا اخرج برر مجال خالص يعني انا لو ان شاء الله بطلت يعني كبولي لعبة لا اخرج برر مجال يعني انا قصة مهندسة فهكمل في كديدي بقى ان شاء الله هيا الله انا محترمين جدا كابتن حمد الصوفي ده بصراحة يعني ليه معزة خاصة في قلبي هو اللي جابني لو كان سبب من الأسباب الرئاسية إن أنا أبقى مهبوضة أصلاً في الأهلي فليه معزة خاصة في قلبي بصراحة تيتين آآ ماي فريند أخي مضم مرتدع لو كمنت كابتن برينبا حردني آآ كابتننا نادي الأهلي أنشئ سنة كام؟ ألف بيت ساق ألف سمائة وسبعة أقولك مصطلحات كورت القدم ونشوف إنت عارفها ولا لأ في السوكة في السوكة يعني في المأصر اللي في الجون تشميسة لوب كوبر يعني رجلو بننكة شعب إيه بننكة دي رابونا أول مرة مصر روح الكاس عالم كانت سنة كام؟ عرفين واثنين بينا وقفين واربعة حاجة كده بلد؟ شعر شعر عرفين واربعة بيه موتش اللي إحنا كسبناتها عبوتريكا صح؟ لا ويزواتها وراء ترجمة نانسي قنقر